أنا أساعد أمي ذهبت رباب إلى دار صديقتها أنواره وذهب معها أخوها سمير قالت رباب أراك مجغولة يا أنوار ماذا تفعلين؟ قالت أنوار أنا أساعد أمي في أعمال البيت أغسل الصحون وأرتبها على المائدة وأغسل الفاكهة والخضرة وأنشر الملابس على حبل الغسيل قالت رباب أنت مثلي يا أنوار أنا أنظف بيتنا وأرتب الفراشة وإذا انشغلت أمي ألاعب إخوتي الصغارة قال سمير أنا أحذر ما تحتاج إليه أمي من السوق وأستقبل الضيوف وأساعد أبي في أعمال البيت قال تيسير أخو أنوار مازحا أنا أكل طبيخة أمي فضحكت جميعه الآن راح نوضع حروف الجر وأنواع التنوين واللام الشمسية والقمرية ذهبت رباب إلى حروف جر دار صديقتها أنواره وذهب معها أخوها سمير هنا عندي تنوين الضم قالت رباب هنا تأميث الساكنة لرباب مؤنثة أراكي مجغولة لأن هنا تنوين الفتح ماذا تفعليني؟ قالت أنواره أنا أساعد أمي في حرف جر أعمالي البيت هنا أدنى اللام لام قمرية وتكون ساكنة من حرف الباب وحرف قمري أغسل الصحونة هنا أدنى اللام لام شمسية لإدخل عليها الحرف الشمسي الصاد ويكون مشدد وأرتبها على المائدة على حرف جر المائدة اللام لام قمرية وأغسل الفاكهة اللام هنا لام قمرية والخضرة أيضا لام قمرية وأشر الملابس أيضا لام قمرية على حرف جر حبل الغسيل الغسيل لام قمرية أنت مثلي يا أنوار أنا أنظف بيتنا وأرتب الفراش أيضا لام لام قمرية وإذا شغلت أمي ألاعب إخوتي الصغار هنا أدنى اللام شمسية لأن دخل عليها الحرف الشمسي الصاد ويكون مشدد قال سمير أدنى هنا تنوين الضام أنا أحذر ما تحتاج إليه أمي من السوق أيضا من حرف جر والسوق أدنى اللام لام شمسية الضيوف أيضا اللام لام شمسية في حرف جر تسير أدنى هنا تنوين الضام مازحا تنوين الفتح الجميع أدنى اللام لام قمرية شكرا لكم تلاميذنا الحلوين مع أمنياتي لكم بالموفقية والنجاح إن شاء الله إلى اللقاء